موسيقى ايها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا و سهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اشراقات في علم الحديث نتشرف بصحبتكم في اشراقة جديدة من اشراقات هذا البرنامج نستهل هذه الاشراقة بتكملة الكلام و اكمال الشروط شروط الحديث الصحيح في الحلقة السابقة توقفنا على نهاية الشرط الثاني الا وهو عدالة الروا نستهل في هذه الاشراقة بالشرط الثالث وهو تمام ضبط الروا ما معنى تمام ضبط الروا معناه ان يكون كل راو من رواة الحديث الصحيح تام الضبط انظروا هناك فرق بين الضبط و بين تمام الضبط لان مجرد الضبط سيأتينا في الحديث الحسن لكن المشروط هنا في الحديث الصحيح هو تمام الضبط لا مجرد الضبط فاذا كل راو من رواة الحديث الصحيح لا بد ان يكون تم الضبط ما معنى الضبط او ضبط الحديث عند المحدثين المحدثون يقولون الضبط على نوعين ضبط صدر و ضبط كتاب فلا بد ان يكون الراوي راوي الحديث الصحيح تام ضبط الصدر او ان يكون تام ضبط الكتاب ما معنى ضبط الكتاب ضبط الكتاب معناه ان يصون الراوي كتابه الذي كتب فيه الاحاديث عن مشايخه الذين سمع منهم ان يصونه منذ سمع هذه الاحاديث وكتبها في هذا الكتاب ان يصون هذا الكتاب حتى يؤدي ويسمع الحديث ويروي الحديث منه لا بد ان يكون هذا الكتاب محفوظا لديه محفوظا لماذا؟ محفوظا من ان تطول يد عابس على هذا الكتاب فيغير فيه بالتصحيف او بالتحريف او ان يكون محفوظا لديه من الضياء او ان يكون محفوظا لديه من البلل او الحرقي او السرقي او ما اشبه ذلك فاذا ضبط الراوي كتابه بحيث انه صانه منذ كتب الاحاديث فيه التي سمعها من مشايخي حتى اداها ورواها لطلابي من ذلك الكتاب اذا صان هذا الكتاب فهو ضابط كتابه ضبط الصدر ضبط الصدر هو ان يحفظ الراوي الاحاديث التي سمعها من مشايخه يحفظها في صدره حفظا جيدا بحيث متى ما شاء استحضارها استحضرها ان يحفظ هذه الاحاديث منذ سمعها من مشايخي حتى يؤديها ويرويها لطلابه فاذا كان الراوي بهذه الصفة حيث حفظ تلك الاحاديث حفظا جيدا بحيث كما قلنا لكم متى ما شاء استحضارها استحضرها بلا مشقة فلو حفظا حتى اداها ورواها لطلابه يعتبر هذا الراوي ضابط صدر فاذا الضبط هو ان يكون او تمام الضبط الشرط الثالث هو ان يكون الراوي اما تام ضبط الكتاب او تام ضبط الصدر ننتقل الى الشرط الرابع وهو عدم الشذوذ معنى هذا الشرط الا يكون في هذا الحديث في سنده او متنه شذوذ ما معنى الشذوذ اي الا يشز الراوي راوي الحديث الصحيح الا يشز في سنده ولا في متنه كيف يشز الراوي في حديثه سؤال نقول للشذوذ سورة السورة الاولى ان يخالف السقة من هو اوسق منه السورة الثانية ان يخالف السقة السقات فمتى ما خالف السقة من هو اوسق منه او خالف السقة السقات في سند الحديث او في متنه يعتبر ان هذا الراوي السقة يعتبر قد شز في هذا الحديث اذا هذا هو الشذوذ عندما نقول الحديث الصحيح ليس فيه شذوذ اي ليس فيه شذوذ في متنه او سنده بحيث لا يكون هناك راوي مروات السند قد شذ في سند الحديث او في متنه نعطيكم مثال طبعا نحن سنتكلم بالتفصيل عن الحديث الشاذ في موضعه لان الناظمة سيذكر الحديث الشاذ في نوع من الانواع فنحن نتكلم بالتفصيل ان شاء الله في ذلك الموضع ولكن لا بأس حتى نفهم هذا الشر ان نقف او ان نتصور معنى عدم الشذوذ وان نأتي بمثال ليوضح لنا صورة عدم الشذوذ مخالفة السقة من هو اوسق منه مثال عندنا الامام مالك مالك بن أنس الامام المشهور صاحب المثال عندنا في نفس طبقة الامام مالك راو آخر اسمه ابان ابن يزيد العطار اذا الامام مالك والامام ابان ابن يزيد العطار كلاهما من طبقة واحدة هذا الثقة وهذا ثقة اذا جاءنا حديث خالف الامام ابان ابن يزيد العطار الامام مالكا في روايته نحن قلنا الاثنان ثقتان لكن الامام مالك عند المحدثين اوسق من الامام ابان ابن يزيد العطار فاذا خالف ابان ابن يزيد العطار الامام مالكا نقول ثقة خالف من هو اوسق منه في رواية هذا الحديث سواء خالفه في سندي هذا الحديث او في متنه فهذه صورة من صور الشثوس الصورة الثانية ان يخالف الراوي او السقة السقة عندنا ادم ابن ابي اياس وعندنا كذلك ازهر ابن سعد الباهلي وعندنا اسماعيل ابن عمر الواسطي وعندنا الاسود ابن عامر شازال هؤلاء الاربعة من طبقة واحدة والكل سقات فافتراضا لو الامام ادم ابن ابي اياس خالف هؤلاء الثلاثة خالف ازهر واسماعيل والاسود فنحن نقول سقة خالف السقات فيعتبر حديثه شازا لماذا لانه سقة خالف السقات فهذه الصورة الثانية من صور الشذوس فاذا بمعرفتنا صور الشذوس قد فهمنا الشرط الثالث من شروط الحديث الصحيح وهو عدم الشذوس ننتقل الى الشرط الرابع وهو عدم العلم عدم العلة معناه الا يكون او الا تكون في الحديث في سنده او في في متنه علة قادحة للحديث حتى نفهم هذا الشرط لا بد ان نفهم معنى العلة ما هي العلة العلة امر او عيب قادح في الحديث امر او عيب قادح في الحديث فعدم عدم العلة اي لا يكون في سند الحديث علة تقدح فيه ولا في متنه علة تقدح فيه يسأل السائل لماذا نحن قيدنا العلة بالقادحة لماذا نقول علة قادحة الجواب لان هناك علة ليست قادحة الذي هو شرط في الحديث الصحيح عدم العلة القادحة فلو وجدت عندنا علة من العلل التي يعتبرها المحدسون علة لكنها غير قادحة فهذا نبأس بها مثال الامام يحيى بن سعيد القطان اختلف المحدسون في الراوي عنه مثلا فمنهم من قال الراوي عنه الامام يحيى بن معين ومنهم من قال الراوي عنه احمد بن حبل اختلف المحدس فنحن حقيقة لا نعرف يحيى بن سعيد القطان من يري عنه هل هو الامام يحيى بن معين او الامام احمد محمد عدم معرفتنا بالراوي الذي يروي عن راوي اخر او عن شيخه هذا يعتبر عند المحدسين علة لكن إذا عرفنا أن الإمام يحيى بن معين وأن الإمام أحمد بن حنبل كلاهما سقتان فلا يضرنا عدم معرفتنا بالراوي عن الإمام يحيى بن سعيد القطان سواء كان هو يحيى بن معين أو كان الإمام أحمد بن حنبل لا يضرنا ذلك فهذه علة عدم معرفتنا الراوي علة لكنها ليست قادحة إذن العلة القادحة هي تلك التي تقدح في سند الحديث أو في متنه مثل الانقطاع الخفي الذي يحصل في سند الحديث هناك انقطاعات في سند الحديث تكون ظاهرة هناك انقطاعات خفية كما سيأتينا إن شاء الله كالتدليس انقطاع خفي لا يقف عليه إلا الجهاب ذا محدثين المرسل الخفي انقطاع أخفى وأخفى هذا لا يستطيعه إلا جبال الحفظ من المحدثين فمثل هذه الانقطاعات الخفية التي تحصل في سند الحديث هذا ما يسمى بالعلة القادحة عند المحدثين أو علة قادحة في المتن مثال حديث ظاهره أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي من قوله صلى الله عليه وسلم وفي الحقيقة هو من قول صحابين أي في الحقيقة هو موقوف أي من قول صحابين من الصحابة من يستطيع أن يعرف ذلك إذا جاءنا حديث بالسند المتصل ومضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر نحن نقول هذا من قوله صلى الله عليه وسلم لكن كبار المحدثين الذين وقفوا على توقي الحديث وأسانيده هم الذين يكتشفون أن هذا المتنى ليس مضافا للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو مضاف للصحابين فهذه علة قادحة خفية لا تصهروا لأحد المحدثين فإذا العلة هي أمر أو عيب في يقدح في سند الحديث أو في متنه وشرط الحديث الصحيح أن يكون خاليا من هذه العلة هكذا نحن انتهينا من بيان الشروط الخمسة للحديث الصحيح نأخذ مثالا للحديث الصحيح وننظر كيف تتوفر هذه الشروط الخمسة في هذا المثال يظهر لديكم الآن في الشاشة هذا المثال وهو قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا فثنتين رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها ننظر إلى هذا الحديث برواة الإمام البخاري عن الحميدي والحميدي يروي عن سفيان كما هو موضح لديكم وسفيان يقول حدثني إسماعيل وإسماعيل يقول حدثنا قيس إذن كل راو من رواة هذا السند قد صرح بالسماع وبالتحديث عن من فوقه فإذن تحقق الشرط الأول من شروط الحديث الصحيح وهو اتصال السند ننظر إلى الشرط الثاني أو إلى الشرط الثالث هل هما متحققان أو لا ننظر إلى الرواة كل راو من رواة هذا الحديث سقة تام الضبط شيخ الإمام البخاري الحميدي هو عبد الله بن الزبير القرشي ننظر ماذا قال عنه الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني في تقريب التهديب قال سقة حافظ فقيه شيخه سفيان هو ابن عيينة أبو محمد الكوفي ثم المكي قال عنه الحافظ بن حجر في التقريب سقة حافظ فقيه إمام حجة شيخه إسماعيل بن أبي خالب الأحمسي البجلي ثقة سبت شيخه قيس بن أبي حازم أبو عبد الله البجلي التابع الجليل المخضرم الذي تفرد عن سائر التابعين بالرواة عن العشرة المبشرين بالجنة هذا قيس الإمام التابع العظيم سقة كذلك الآن نحن ننظر في رواة هذا السنة بأن كل واحد منهم قد بلغ الدرجة القصوى في العدالة وبلغ الدرجة النهائية في الضبط هو تام الضبط هذه الألفاظ التي ظهرت لديكم في الشاشة الفاظ الإمام بن حجر العسقلاني في تعديل هؤلاء الرواة هذه الألفاظ تدل على أن الراوية تام الضبط وبلغ في الضبط منتهى إذن تحقق عندنا في هذا الحديث الشرط الثاني والشرط الثالث هذا الحديث ما أحد من المحدسين قال بأن راويا من رواة سند هذا الحديث قد خالف أحدا من الثقات أو خالف من هو أوسق منه فإذن رواة هذا الحديث لم يخالف أحدا من الثقات فإذن ليس في هذا الحديث شذوذ إذن تحقق الشرط الرابع كذلك ما أحد من المحدسين قال بأن في سند هذا الحديث علة ولا في متنه علة فإذن سنده خلو من العلة ومتنه كذلك ليست فيه علة فإذن تحقق الشرط الخامس من شروط الحديث الصحيح فإذن هذا المثال هو مثال للحديث الصحيح الذي توفرت فيه الشروط الخمسة هكذا نحن انتهينا من بيان الحديث الصحيح قبل أن نعرج على قول الناظم نريد أن نذكر حكم الحديث الصحيح الحديث الصحيح حكمه كما قال المحدثون يجب العمل به وجائز أو يجوز الاحتجاج به والاستشهاد به في كل من العقائق والأحكام أي الحلال والحرام ومن باب أولى في الفضائل والترغيب والترهيب فإذن الحديث الصحيح إذا سبت عندنا أن هذا الحديث صحيح فيجوز لنا أن نحتج به في أمر أو في مسألة عقدية أو أن نستشهد به في مسألة من مسائل الفقهية طبعا من باب أولى نحتج به ونستشهد به في الترغيب والترهيب هكذا نحن نتهينا من بيان الحديث الصحيح الآن ننتقل إلى قول الناظم يقول الإمام الناظم رحمه الله تعالى أولها الصحيح وهو ما اتصل أولها أي أول الأنواع أو أول أنواع الحديث وأول وقسام الحديث الصحيح أي الحديث الصحيح وهو أي الحديث الصحيح ما اتصل إسناده بأن يروي كل راو因 عمن فوقه كما بيننا سابقا أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشز أو يعل طبعا قوله اتصل إسناده هو شرط الأول ولم يشز هذا هو الشرط الثاني أو يعل الشرط الثالث أي ليست فيه علة لا في سنده ولا في متنه يرويه عد ضابط عن مثله قوله يرويه عد هذا شرط الرابع ضابط هذا هو الشرط الخامس والمراد بالضابط كما قلنا لكم هو تاب مططي يرويه عد ضابط عن مثله أي عن راوي هو أيضا عد ضابط فمراده أن يكون سند الحديث الصحيح برواية عدل ضابط عن عدل ضابط عن عدل ضابط وهكذا إلى منتهى السند يرويه عد ضابط عن مثله معتمد أي اعتمده المحدسون هذا الراوي اعتمده المحدسون في ماذا؟ قال معتمد في حفظه في ضبطه ونقله يعني المحدسون اعتمدوا في ضبط الحديث ونقله اعتمدوا هذا الراوي هكذا نحن انتهينا من الحديث الصحيح شرحا له وشرحا لكلام ناظم في تعريفه وبانتهائنا من الحديث الصحيح نصل إلى نهاية هذه الحلقة نشكركم على حسن استماعكم وجميل إنصاتكم وحتى نلقاكم في حلقة جديدة استودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة